تكلمتنا على موضوع الأراضي هل ستخلي الأموال على جنب عندنا خسرنا محاضرة نينواء والموصل تحديدا خسرت أراضي مميزة جدا وفي قلب المدينة ولا تقدر بثمن تم الاستلاع عليها بحجة إعطائها للمتنفذين والمسؤولين أقول لك العدد سيد الأبيدي سيد الأبيدي أقول لك العدد اليوم نتكلم عن 930 ملف لدى هيئة النزاهم تخص بتلاعب الأراضي بالمحافظة تم توزيعها على مدراء مقربين لضمان سكوتهم على الفساد زيم هاي لل 930 ملف اليوم للأراضي المن راحت وليش السكوت والله راحت للمسؤولين قبلت أكيد للمسؤولين أنا أكاد أجزم أنه ليس هناك مواطن ولا عائلة شهيد ولا إنسان بسيط استحصل على متر واحد من هذه الأراضي كلها راحت المتنفذين والمدراء والمسؤولين طبعا لا أعمم على الكل 100% لكن أغلبهم استفاد من هذه الأراضي وهذا التخصيص وبالتالي هناك تخادم بين الفاسدين وبين الأحزاب المتسلطة الفاسدة والمقاتبة الاقتصادية وبالتالي يعني يستولون على هذه الأرض المميزة يعني معروفين سيد العبيدي ويذهبون إلى صفقة أخرى أنت من الأهل نينة وتعرفهم والتالي معروفين بالتأكيد معروفين معروفين طيب إذا معروفين طبعا لكن يعني طبعا معروفين والكل يعرفهم والكل يعرفهم لكن يعني ما هو الحل يعني ما هي الخطوات اللاحقة الآن الملفات بالنزاهة دور النزاهة دور الرقابة وعلى السيد السوداني أن لا يخضع لضوطات الكتل السياسية في الدفاع وحماية الفاسدين لأنه من المعروف أنه في محافظة نينة وللأسف أغلب الفاسدين مسنودين من الكتل السياسية من بغداد وبالتالي يعيثون في الأرض فسادا في الموصل ومحميين من خارج المدينة أيضا هناك مسألة والله العظيم مضحكة يا سيد وجدان ملاء المحافظة نينة والموصل تحديدا بعد الخراب لم يبقى فيها ساحة رياضية ولا ملعب رياضي ولا أي شيء الشباب ممكن يعني يعبر عن هواياته بمناسبة الرياضة تصوري عدنا مجمع رئيسي رياضي في منطقة الدواسة في قلب الموصل عبارة عن قاعة ومنعب كرة قدم وقاعة للتدريبية الداخلية عام 2019 تم التآمر عليها وإعطائها إلى مستثمر وفي منطقة مميزة جدا وبالتالي راحت مهب الريح قبل ستة شهور أو أربعة شهور تحديدا هناك ملاعب رياضية تم إنشاؤها في محافظة وفي الأيمن تحديدا هذا على سبيل المثال في منطقة 17 تموز قاعة طاها حمو هذه قاعة رياضية المنشئة حديثا صارتها تقريبا ستة شهور أو ثمانة شهور كلفت ميزانية وزارة الشباب ومديرة الشباب ورياضة مليار ومئتين ألف دينار وبجوارها ملعب كرة قدم كلف مئتين مليون دينار الشيء المضحك أن الحكومة المحلية ومديرة الشباب تعطي هذه الملاعب وهذه القاعة الرياضية إلى جهات متنفذة بداع الاستثمار وبالتالي تحرم شريحة الشباب هيت تكلم أنت عن مليارات عن مليارات عن مليارات ذا تتكلم على ملعب رياضي أنا دا أتكلم عن تخريب أختي أنا دا أتكلم عن عملية تخريب دا أتكلم على عملية تخريب منشئات رياضية تابعة تابعة لمديرة الشباب ورياضة اللي هي تابعة للدولة يعني بحق المواطن الشاب ين Jung who know يلعب رياضة وهذه المنشئات يُروحون يعطوها إلى المتنفذين بطريقة الإيجار طبعاً هي مخالفة للقانون لأنه بدون مزايدة لعلاقات فلان وفلان بالحكومة المحلية أو بالمديرية وبالتالي تروح إلى المتلفذين اتصوري حتى ملعب كرة قدم في مدينة الشورى في جنوب الموصل لاتصل بأحد الأخوان يقول عندنا ملعب كرة قدم أيضاً أحالون للاستثمار يعني المدينة عبارة عن فرهود المحكومة المحلية الضعيفة إن لم تكن مشاركة لم تدافع أنا أريد أفهم وين المصطحة العامة في إعطاء ملاعب رياضية وقاعة رياضية إلى مستثمرين وفي حين المدينة خاوية والمحافظة خاوية على عروشها ما بيها ملعب واحد صالح للعب أو للرياضة